قائد فيلق القدس إسماعيل قآني يظهر في إيران خلال مراسم تشيع قيادياً في الحرس الثوري قتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يأتي ذلك بعد أن لف الغموض مصير قآني إذ انتشرت أنباء بأنه يقضع للتحقيق من قبل السلطات الإيرانية بعد اتهام مدير مكتبه بالتخابر لصالح إسرائيل أي رسائل إيرانية من ظهور قآني بعد الغموض الكبير الذي أحاط مصيره وهل حسم ملفه الاختراقات الإسرائيلية إذن ظهر قائد فيلق القدس إسماعيل قآني في إيران خلال مراسم تشيع قيادياً في الحرس الثوري قتل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يأتي ذلك بعد أن لف الغموض مصير قآني إذ انتشرت أنباء بأنه يخضع للتحقيق من قبل السلطات الإيرانية بعد اتهام مدير مكتبه بالتخابر لصالح إسرائيل أرحب بضيوفي مجدداً في الاستوديو الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد الزغول ومن واشنطن الباحث في معهد الدفاع عن الديمقراطيات حسين عبد الحسين ومن طهران الديبلوماسي الإيراني السابق الدكتور محمد مهدي شريعة مدارة مرحباً بكم ضيوفي مجدداً أبدأ معك دكتور محمد نتحدث كيف قرأت ظهور قآني خلال مراسم تشييع هذه الجنازة للقائد في الفيلق الحرسة الطورية نعم الحقيقة أنا كنت من بين الناس الذين ذهبوا إلى أنه التكهنات بشأن غياب قآني غير واقعية أو أنها مفتعلة أو أن هناك جهة ما تغذي هذه التكهنات لكن فيه واقع موجود بأنه وطبعاً نقصد إسرائيل هنا في الجهة لا لأنه إسرائيل يبدو أنها فقدت أثر قآني وأرادت البحث عنه خصوصاً أنه كان هناك احتمال أن يكون موجوداً في لبنان وأنه جاء مجموعة من عناصر الحرس لتعويض القيادة هذا التقييم على الأقل الذي كانت تقوله بعض مراكز الدراسات أنه جاء مع بعض الصحف أنه جاء مع مجموعة من الحرس لتعويض قيادات حزم الله الذين تم تصفيته وبالتالي كان لدى إسرائيل رغبة بمعرفة مكانه فقدت أثره فربما ضغطت بمجموعة من الوسائل ومن ضمنها الضغط الإعلامي أنه أين قآني لماذا قآني مختلف قآني مخترق كان مساهم لكن ما سوّغ هذا الأمر وجعله ينتشر على مستوى عالمي هو أن هناك اختراقا أمنيا فاضحا موجودا في طهران وهذا الاختراق الأمني ظهر خلال القدرة الإسرائيلية على استهداف هنية في طهران في داخل معسكر للحرس الثاوري والحرس الذين يحرس كبار ضيوف الدولة في إيران ومن خلال تصفية قيادات حزب الله ومن خلال استهداف الضباط الإيرانيين وضباط الحرس في سوريا وفي لبنان وفي أماكن متعددة بدأ واضحا بأن هناك اختراقا أمنيا واستشرافا أمنيا إسرائيليا واضحا على مؤسسة الحرس الثوري فهذا جعل الناس تستقبل تلك التكهنة بقبول حسن بين قوسين أنه نعم يمكن أن يكون شخص بحجم قآني متورطا في هذه المشكلة أو ربما يكون أحد عناصرها أو أحد مسؤولي الفكرة ببساطة أن هناك اختراقا أمنيا بدأ واضحا وانكشافا أمنيا إيرانيا بدأ واضحا فسوغ ومرر مثل تلك التكهنة دكتور محمد مهدي شريعة مدار لماذا أبقت إيران على قآني مخفيا لأكثر من أسبوعين نغم الإشاعات التي رافقت اختفاءه يعني الحديث عن تعرضه للتحقيق نظرا للاختراقات الإسرائيلية لمكتبه وكل هذه الأمور لماذا أبقت عليه طيلة هذه الفترة مخفيا باعتقادك أولا اسمح لي أن أقول أنني اتفقت مع زميلك الذي اتصل به على أن أترك البرنامج مع الاعتذار طبعا بعد عشر دقائق لأنه عندي برنامج آخر واتفقنا على ذلك لذلك أرجو الانتباه إلى هذه النقطة نعم 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 تفضل أما بالنسبة للسؤال يعني أي شائعة أو أكذوبة تطرح في العالم إيران ينبغي أن تأتي وترد عليها وتبرز قادتها أو أسرارها أو ما إلى ذلك هذه النقطة الأولى يعني أمر طبيعي يوميا عشرات من هذه الأكاذيب تطرح على الإعلام المعادي وإيران لا تهتم بها هذه النقطة الأولى النقطة الثانية نعم حسب المعلومات التي أنا يعني سمعتها من بعض المقربين هو كان في مهمة طبعا ليست المهمة التي طرحها ضيفك الكريم دكتور محمد في الاستوديو وكان من الضروري أن يواصل مهمته دون الاكتراث بهذه البروباغندة الإعلامية التي حصلت وحينما انتهت المهمة وعاد إلى موقعه وإلى مكتبه قبل يومين ظهر لتثبت كل الأكاذيب التي طرحها الإعلام وعشرات ومئات البرامج والأخبار التي نقلت كذلك الأمر بالنسبة للكثير من الأمور ربما تكون هناك مفاجآت أخرى في المستقبل طيب أستاذ حسين ما رأيك يعني ظهور قعاني مجددا هل يفند كل الكلام الذي قيل بأنه هناك اختراقات داخل مكتبه أم بالعكس الشكوك والتساؤلات ما زالت مطروحة وبقوة طبعا الشكوك ما زالت مطروحة لأنه ما زالت إسرائيل قادرة على تصفية قادة في الميليشيات المؤيدة لإيران إن كان حزب الله أو غير حزب الله ولكن هذه الإشاعة يعني أنا لا أعتقد أنه هي طبعا هي كانت إشاعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ولكن لم نسمع يعني من أي مصدر مسؤول أو يعني لا سرا ولا علنا أنه هناك خوف أو هناك يعني عدم معرفة أعتقد أنه كان هناك اعتقاد أمريكي وإسرائيلي أنه الرجل حي يعني لم يكن هناك سبب لوجود أي مبررة هل حققت السلطات الإيرانية معها أو لم تحقق من غير المفهوم وغير الواضح وهذا لا يؤثر كثيرا صراحة يعني طبعا هناك اختراق ضخم ليس كبير فقط هناك اختراق ضخم وإيران ليست قادرة طبعا هي يعني دكتور محمد في طهران يقول لنا أنه هي تتمتع بحكمة ولا تهاجم إسرائيل طبعا ليتها يعني أعتقد بعض الحكمة إلى الميليشيات الموالية لها يعني حزب الله هاجم إسرائيل فإنه هي تدافع عن نفسها فقط فيما البقون يعني مثل حزب الله أو الحوثيين يشنون حروب للمساندة والدعم وفي نفس الوقت اليوم انظر إلى اللبنان يعني هو وحده في ساحة المعركة لا وحدة ساحات ولا من يسنده ولا من يمنع وقوع الأذى بحقه فهناك العديد من هذه من الأفكار التي قدمها الدكتور محمد أنا أعتقد أنه هي لا تتناسب أو هي لا توائم يعني يقول أنه السيادة موضوع عظيم ثم في نفس الوقت يقول إيران تريد خروج الولايات المتحدة من المنطقة طيب للمنطقة حكومات ولكل واحدة من هذه الحكومات سيادة فليعني تختر كل من هذه الحكومات من يريد إبقاء الولايات المتحدة يبقيها من يريد إخراجها ولكن إيران تقول لنا السيادة ثم تقول على الولايات المتحدة خروج من كل المنطقة فأنا فقط أردت الإشارة إلى بعض هذه التناقضات التي تفضل بها الدكتور محمد طهران دكتور محمد الآن الكثير من الكلام يقال عن إحسان شفيقي مدير مكتب قآني بأنه مودعا في الحجز على ذمة التحقيق بقضية التخابر مع إسرائيل كيف تتعامل طهران بحسب متابعاتك مع هذا الملف؟ هل يبدو أن مكتب قآني كله الآن محل شك مراجعة؟ يعني على المستوى الرسمي لا نعرف ما إذا كان أساسا هناك تحقيق جرى مع قآني أو مع مدير مكتبه يشيع هذا الأمر يعززه وجود اختراق كما تفضل ضيف من واشنطن الأستاذ يوسف يوجد اختراق واقعي موجود نلمسه جميعا هذا الاختراق بالنهاية هناك عوامل تسببت به وهذا الاختراق وصل إلى حجم لا يمكن معه أن نقول أن إسرائيل توصلت إلى كل هذا الكم من الداتا والمعلومات عبر جاسوس أو اثنين هنا وهناك الاختراق تم عبر أجهزة أستاذ سامي يعني هناك جهاز أمني سلم ما لديه من داتا برمتها إلى طرف أوصلها إلى إسرائيل لأن حجم الداتا التي وصلت إلى إسرائيل لا يمكن أن تكون يعني أو تتوافر لدى عنصر واحد جاسوس واحد أو يعني اثنين أو ثلاثة أو عشرة هذا حجم داتا هائل ثلاثة صفوف من القيادة العليا لحزب الله تمت تصفيتها ثلاث صفوف عليا من القيادة هذا يعني أنه في داتا كاملة عن هؤلاء الأشخاص وأسماءهم وأماكن تحركهم ونعرف مثل هذه التنظيمات كم تحيط أفرادها من السري في عدد كبير من ضباط الحرس المشرفين على أخطر أنشطة الحرس في المنطقة تم استهدافهم بالمليمتر في مكاتب في غرف نوم في أماكن دقيقة يعني ببساطة لدينا اختراق يبرر كل هذه الشكوك ويبرر هذه التساؤلات والمجتمع الإيراني في قلق اليوم في الداخل الإيراني هناك قلق إذا كانت إسرائيل عندها كل هذا الإشراف المعلومات على إيران ماذا يحدث لو دخلنا في مواجهة مع إسرائيل وماذا تكون النتيجة وما هي قيمة أن يكون لدينا برامج صاروخية وبرامج نووية وإلى آخره إن كان يمكن لإسرائيل أن تستهدفها بالوقت الذي تشاء وبدقة متناهية وبحيث يعني تطيح بما لدينا من قوة فالاختراق موجود طيب والشكوك موجودة يبقى هل بالفعل تم التحقيق لم يتم التحقيق هذا يحتاج إلى يعني دعنا نسأل سيد محمد يعني ما حقيقة الموقف فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها السلطات الإيرانية مع ملف الاختراقات خصوصا في مكتب قائد فيلق القدس إسماعيل قآني والحديث عن إحسان شافيقي الذي يبدو أنه مودعا في الحجز على ذمة التحقيق كيف تفكك إيران هذه العلبة السوداء التي فجرت الأدرع الإيرانية وتحديدا حزب الله بهذه الطريقة أولا تتحدثون أو يتحدى ضيفك الكريم عن الأوضاع في الداخل الإيراني وكأنما الدولة الإيرانية قد انهارت برمتها لا صف الله لا نتمنى ذلك كل أبدا لا نتمنى ذلك لم نتحدث بهذه الطريقة وإنما نتحدث عن الأسئلة التي يطرحها الرأي العام وتطرحها الكثير من وسائل الإعلام عن حقيقة الموقف من هذه الاختراقات وهذا نطرحه بشكل موضوعي ولك كل الحرية في التعبير عن ذلك تفضل يا أخي أولا في الداخل الإيراني لم يضرب أي ضابط أو حتى جندي أو أي موقع عسكري العملية الوحيدة وكانت مهمة طبعا نحن لا نخفف من أهميتها الأمنية والاستخبارات كانت عملية اغتيال القائد الشهيد الكبير إسماعيل هنية وهذه ليست ضربة هين أسباب هذه العملية واضحة لعله قبل أن تقول أنت أنا قلت ذلك لماذا؟ تفضل أسباب هذه العملية واضحة لدى المعنيين ولعله التاريخ سيكشف عن هذه الأسباب هناك المئات والآلاف من هؤلاء الضباط ورؤساء المديري المكاتب وما إلى ذلك والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تشتغل وتعمل وتكشف ولها أدوارها وهناك أيضا اختراقات للطرف الآخر أساسا أجهزة الاستخبارات هذا هو أداؤها ما حصل في لبنان أو في سوريا في ضرب بعض المناطق التي كانت تواجدت فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون هذا لا يرتبط بالأجهزة الأمنية الإيرانية الداخلية وإنما موضوع له تفاصيله يمكن أن نتحدد حتى بالنسبة لحزب الله شورى القرار في حزب الله يعني أعلى سلطة في حزب الله كم عضوا فيها وكم منهم تم اغتياله يعني خلينا نضع النقاط على الحروف أنا لا أريد أن أدافع عن حزب الله حزب الله هناك من يدافع عنه كم هي القيادات التي لم يتم استهدافها من تم استهدافه بالمقارنة مع من لم يتم استهدافه أصلا لا يشكل نسبة كبيرة هذه من الأكاذيب التي تطرح حتى الذين تم استهدافهم و لكن من تم استهدافهم دكتور محمد حزب الله كان أشخاص مؤثرين في الحزب مؤسسي الحزب هم قادر في الحزب مؤثرين نعم وبالتالي هذه الضربة موجعة وقوية ومؤلمة من دون شك كانت ضربة قوية أنا لم أخفف من أهمية هذه الضربة لكن لا يقال أن كل قادة الحزب أعضاء شورى القرار اقتيل منهم لحد الآن شخص واحد ليس إلا وهم 7, 8, 9, 10 لا أستؤذري أنا لا علم لي القيادات العسكرية كذلك رؤساء الوحدات المجلس السياسي لحزب الله المجلس التنفيذي المجلس العسكري وإنما نتنقش في القامة الكبرى التي دفعت بضرب هؤلاء والكل يتحدث على أن أو الأغلب التحليلات تتحدث على أنه سبب هذه الضربة هو الاختراق الموجود داخل إيران يعني لا يجب أن نغطي الشمس بغربال حتى أنه ربما القيادات الإيرانية يعني حاولت أن تحقق وتفهم ما الذي يجري وراء الأدرع الإيرانية وخصوصا درة تاجها حزب الله لا لا أحد يغطي الشمس ولا يمكن تغطية الشمس بالغربال هذا المثل يعني ليس بمحله إذا كان الأمر كذلك أنا أطرح سؤالا إذا كانت إسرائيل بإمكانها أن تصل إلى القيادات الإيرانية على أعلى المستويات وفي نفس الوقت قيادة حزب الله من ستفضل لضربه؟ القيادة الإيرانية وهي الأساس كما تقولون أو قيادة حزب الله أو على الأقل تضرب الاثنين يعني لا يمكن أن نطرح أمورا تتناقض مع نفسها إذا كان الكيان الإسرائيلي يستطيع أن يصل إلى القيادات الإيرانية بسبب الاختراق الأمني لكان قد وصل إليها في ضربة إسماعيل هنية في ضربة إسماعيل هنية بالتحديد في نفس المبنى الذي كان يسكن فيه إسماعيل هنية كان هناك قادة آخرون وكان هناك من هو ربما أعلى من على الأقل في سلسلة الرتب الإيرانية وقد يكون أهم من إسماعيل هنية على الأقل لدى إيران ولم يضرب لماذا؟ لأن لم تكن هناك معلومات ما حصل في اغتيال إسماعيل هنية له أسراره التي سمعنا عنها لكن قد تطرح للتاريخ إن شاء الله دكتور محمد نفهم من خلال إجابتك أنه لا يوجد تحقيقات ولا يوجد فيه أي شيء من هذا القبيل هذا ما نفهمه الأمور تمام في هذا المحوى ما قيل نعم يعني الأمور تمام ما قيل عن الجنرال قائني لا 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 ما قيل عن الجنرال قائني ومكتبه ليس صحيحا لكن هل هناك اختراقات؟ نعم أساسا إذا كان هناك جهاز استخباراتي لا يقوم باختراق الأجهزة الأخرى فهذا ليس جهاز استخبارات هذا أمر طبيعي كما أن إيران لها اختراقات أيضا للطرف الإسرائيلي لكن ما قيل ما نقل عن الجنرال قائني ومكتبه غير صحيح مطلقا شكرا جزيلا لك دكتور محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق كنت معنا من طهران شكرا لرحابة صدرك شكرا لك أعود إليك سيد حسين عبد الحسين لنتحدث عن مستقبل قائني مستقبل هذا المكتب في ظل الهزات التي عانى منها الحرص الثوري فيلق القدس الذي يجمع كل هذه الأدرع الإيرانية هل تعتقد بأن مصير قائني سيستمر هذا المستقبل سيكمل مع هذه الأدرع في ظل كل هذه التحديات التي عاشتها هذه الأدرع في الأولى الأخيرة لو كانت إيران دولة تعتمد على الكفاءة في هذه المواضيع مقياسا أعتقد أنه كان ذهب قائني منذ زمن بعيد يعني هو أداءه ضعيف مقارنة بسليماني ضعيف ومقارنة بأي قياس آخر هذه الميليشيات تكبتت خسارات هائلة يعني موضوع حرب غزة كان مشكلة موضوع إشراك لبنان في الحرب كان مشكلة فلو كان الكفاءة هي المقياس أعتقد أنه كانت إيران أطاحت به ولكن نحن نعرف أنه الغالب أنه المقياس في إيران هو الولاء هو الولاء بين قائني ومن أعلى منه أو بين قائني والمرشد يعني طبعا أنا لا أعرف المنظومة لداخل إيران ولكن الولاءات هي التي تحدد والولاءات هي التي تحدد من يعني يلعب هذه الأدوار وهذه المناصب ولذلك إن ثبت أنه قائني يعني ولاءه ما يزال ثابتا وأنه الاختراق لم يأتي عن مكتبه حسب الإشراعات باعتقاد أنه سيبقى على الرغم من أنه تكبدت إيران خسائر كبيرة وضخمة جدا في موضوع الميليشيات خارج إيران دكتور محمد يعني هل ما زال قائني باعتقادك يحظى بنفس الثقة التي كان عليها منذ استلامه لهذا المنصب بعد اغتيال قاسم سليمان يعني أمنى الشكوك لا تزال تحيط به نظرا للإخفاقات التي حصلت في إدارة الإيران إذا كانت المسألة تتعلق بالقدرة فالحقيقة أن الشكوك أحاطت به من لحظة تعييني من لحظة اغتيال قاسم سليماني لأنه الجميع كان يعرف بأنه قاسم سليماني له دور محوري في عمل فيلق القدس الإيراني هذا الدور يعني لم يكن يسهم به إلى حد كبير أي من مستشاريه أو المقربين إليه كان يمارس العمل بدرجة كبيرة جدا بنفسه ويحيط نفسه بمجموعة من القادة الضعفاء بين قوسين لأنه طبيعة العمل اللي كان يقوم فيه كان يتمحور حول شخصه هو الذي نسج العلاقات مع الميليشيات في العراق الحجد الشعبي وبنى علاقة شخصية وعلاقة عائلة ونسب وصلت قربة مع حسن نصر الله وحزب الله في لبنان وكذلك الأمر مع حزب الله العراق وكذلك الأمر مع حزب الله أفغانستان الرجل يعني أقصد قآني هنا يعني جاء لقيادة حزب الله بعد أكثر من ست سنوات من العمل المتواصل في أفغانستان لم يكن على الطلاع بملفات الشرق الأوسط هل تعتقد أنه سيبقى باختصار؟ باختصار؟ يعني باختصار شديد هو كانت أساسا تحيط الشكوك ولكن هل هناك بداعي موجودة لدى إيران؟ يعني تستطيع تعويض قآني بشخص أفضل منه أعتقد أن المشهد هذا يصعب الإجابة عليه ما هو واضح لنا أن قآني أضاع عقدين من الجهد الذي بنى سليماني سليماني نسج ويعني قآني أطاح بذلك شكرا جزيلا لك دكتور محمد أزغول الباحث في مركز الإمارات للسياسات كنت معنا هنا في الأستوديو وأشكر الباحث في مؤسسة دفاع عن ديمقراطيات حسين عبد الحسين من واشنطن شكرا لك